ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وتوسيع نطاق التعاون في مجالات التجارة والعلوم والتكنولوجيا بين الدول ذات التفكير المماثل في الشرق الأوسط ويستم تعزيزها بشكل كبير من خلال انضمام مملكة المتحدة إلى الاتفاقية واتفقت الأطراف المواقعة على بروتوكول بأن تقوم كل من مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية بتقديم دعوة مشتركة إلى المملكة المتحدة للانضمام إلى الاتفاقية وبهذه المناسبة أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل شهاد على الرؤية الثاقبة والنهج الحكيم لصاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه والجهود الدؤوبة لسمول العاد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وأشهد وزير الخارجية بانضمام المملكة المتحدة إلى اتفاقية التكامل الأمني والازدهار الشامل مشيرا إلى إمكاناتها وقدراتها في تعزيز أواصر التعاون والشراكة والتحالف الوثيق بين الدول الثلاث في مجالات التعاون الدفاعي والأمني وتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار والتقدم في العلوم والتكنولوجيا وتعزيز أمن الشبكات فضلا عن تطوير البنية التحتية الرقمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتعزيز الأمن السيبراني وأكد وزير الخارجية أن هذه الاتفاقية المحورية تمثل فصلا جديدا في التعاون العالمي وتضع الأساس لمستقبل أكثر أمانا وازدهارا لجميع الأطراف المعنية